بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين تحية طيب لكم مشاهدين الكرام وأسعد الله أيامكم وابارك لكم عيد الأضحى المبارك وتقبل الله من حجاجكم حجهم أعادهم إليكم سالمين موفقين مغفورا لهم إن شاء الله تعالى هذا معيدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة عنوانه حلقة الليلة التجسيم عند ابن تيميا وأتباعه القسم الثالث أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سمحت آية الله سيد كمان الحيدري مرحبا بكم سمحت السيد أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله سمحت سيد وأسعد الله أيامكم وأسعد الله أيامكم أيضا حياكم الله وأيام المشاهدين الكرام جميعا أهل من تمهيد قبل الدخول في مباحث حلقة اليوم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجل في الواقع في المقدمة بودي أن أشير أو أبارك للعالم الإسلامي وخصوصا من اتصل بنا أو من بعث إلينا برسالة أو حاول الاتصال ولم يوفق أو من خلال الموقع حاول أن يبعث إلينا بتهنئة واقعا أهنئ جميعهم جميعهم من خلال هذا المنبر الكوثر وأدعو الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم وأدعو الواقع هنا من هذا المنبر أدعو إن شاء الله تعالى للعراقيين خصوصا ولعموم المسلمين في البلاد الإسلامية التي هي مبتلية بالإرهاب وبعدم الأمن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينعموا بالأمن جميعا وهنا أيضا أدعو إخواني وأعزائي وأحبائي وكل من يسأل عنا أنه أن يدعو لي أنه أن أوفق إن شاء الله تعالى في القريب العاجل أن أكون في العراق الحبيب والعزيز لأقوم بوظيفتي إن شاء الله تعالى من تلك الأرض المقدسة والبقاع المشرفة فيما يتعلق ببحث التجسيم أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة هذا البحث طويل جدا يعني لعلنا نستطيع أن نقف عند بحث التجسيم ما يعادل خمسين حلقة من حلقات مطارحات في العقيدة ولكن بقدر ما يمكن أحاول أن ألخص هذه الأبحاث أما التمهيد الذي أشار إليه الدكتور وهو أنه هل يوجد هناك تمهيد؟ نعم بعد أن ذكرنا نحن في الحلقة السابقة الرواية التي أشار إليها الشيخ ابن تيمية فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد وصلتني رسائل كثيرة تطالب الوقوف عند هذه النقطة التي أشار إليها ابن تيمية في كتابه الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة وهو بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الذي هو بتحقيق الدكتور أحمد معاذ حقي هناك بعد أن نقل الرواية قال فإن مقدار بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه العبارات فإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده إثنة عشرة ساعة يعني اليوم الذي عندنا 24 ساعة عند الله سبحانه وتعالى نصفه يعني كل ساعتين عندنا تعادل ماذا؟ ساعة واحدة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم يعني الذي قام بعمل في يوم السابت الله سبحانه وتعالى لا يحصل له علم بما عمله زيد في يوم السابت وإنما وإنما يحصل له العلم في أول يوم الأحد يعني في الساعة ساعات الثلاث الإلهية البشرية باعتبار الإلهية ساعتين يعني ست ساعات الأولى من اليوم الإلهي يحصل له علم بأعمال العباد فيحصل فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيه ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات الأولى يعني افترضوا من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة السادسة صباحا مثلا فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك إذن عندما عمل الإنسان العمل يوم السابت الله لا يعلم به إذن يغضب أو لا يغضب لا يغضب أما بعد أن علم بذلك فقد غضب يغضب لذلك فيغضبه ذلك جيد أول ما يغضب أول من يعلم بغضبه منهم يقول حملة العرش باعتبار أن هؤلاء الحمل يحملون العرش والله عندما يغضب يزداد وزنه والثقله فالحملة الذين يحملون أنت تجدون بأن هذه اللوازم كلها لوازم مادية لوازم الجسمية الجسم المادي فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش كيف يعلمون بذلك قال يجدونه يعني يجدون العرش اللي عليه من الذي عليه الحق تعالى يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش وذكر الخبر أسأل بعد ذلك إن شاء الله أقرأ الخبر يقول اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره لا يؤول ولا يؤول أبدا 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 طبعا هذا الكلام يقوله عن الآخرين ولكن بعد ذلك لا يناقش هذا الكلام يكون المشاهد الكريم على دقة هذا كلام ليس كلام ابن تيمية ولكن هذا كلام الشيخ آخر من علماء المجسمة والمشبهة هو دينقل كلامه ولكن بعد ذلك يرد عليها ولا يرد أبدا أبدا أعلم أنه غير ممتنع هذه عبارة ذلك أولئك نعم غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره وأن ثقله ثقل العرش يحصل بذات الرحمن لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا الثقل بقوة معينة أبدا وإنما بذاته بوجوده يثقل بكتلته ووزنه قال وقيل أنه تتجدد للعرش صفة يثقل تتجدد له أي لله صفة يثقل بها على العرش ويزول في حال كما تتجدد له صفة الإدراك إلى آخره هل هذا يدخل في باب ماذا في باب التغير هذا معناه أن الله إذن تارة خفيف وتارة ماذا ثقيل إذن يختلف حال إلى حال وهذا لازمه الآن أنا ماريد أدخل في التفاصل حدوث عين الحدوث اسمحوا لي اسمحوا لي دكتور واقعا الآن أريد أن المشاهد هو يصل إلى الحقائق هذا الحديث الذي قرأته تفصيله موجود في كتاب العظمة كتاب العظمة تأليف أبي الشيخ الإصبهاني المتوفى سنة يعني أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى سنة 329 من الهجرة الجزء الثاني الكتاب يقع في خمس مجلدات دراسة وتحقيق رضاء الله بن محمد ابن محمد إدريس المبارك فوري دار العاصمة للنشر والتوزيع أبين أيضا الطبعة لأن هذا الكتاب لم نشر إليه فيما سبق الطبعة الثانية 1419 من الهجرة المملكة العربية السعودية الرياض في هذا الكتاب الذي يقع في خمس مجلدات هذا المجلد الثاني صفحة 477 من الكتاب رقم الحديث 147 الرواية عن ابن مسعود يقول إن ربكم تبارك وتعالى ليس عنده ليل ولا نهار إذا صحت هذه الرواية عن ابن عباس كما يقولون إذن هذه 12 ساعة إذا الليل ونهار يعني كله نهار كله ليل أو لا ليل ولا نهار الرواية لا تبين تقول إذن لا تنفصل نصف ليل ونصف ماذا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه لعله إشارة إلى قوله الله نور السماوات والأرض وإن مقدار كل يوم عنده ثنت عشرة ساعة كما أشار إليه ابن تيمية فيعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار يعني أول النهار من ماذا من اليوم التالي واليوم فيها أول النهار من اليوم فيها ثلاث ساعات فيطلع فيها على ما يكرى فيغضب كذلك فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة فينفخ جبريل في القرن هس هذا الذي في الروايات واردة فلا يبقى شيء إلا يسبحه غير الثقلين فيسبحونه هاي الملائكة المقربين غير الثقلين يسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة فكأنه عندما يغضب يفرغ يصفارغ يعني بعبارة أخرى كان ممتلئا فبالغضب ماذا يفرغ وجوده لا رحمة عنده وأنا ما أعلم هسا الغضب والرحمة هل هما أمور مادية أو أمور معنوية إذا كانت أمور مادية خب إذا كان يفرغ لابد يخف وزنه إذا يغضب ماذا يثقل وزنه والجميع قالوا أن الغضب والرحمة من الأمور أمور المعنوية وليست أمور ولكنه هنا ماذا بغض النظر عن أنه ما معنى أنه يمتلئ هذه اللي يمتلئ مقابله ماذا يفرغ مولانا وهذا يخالف قوله تعالى الله الصمد يعني ليس بفارغ أحسن كيف ينسجم هذا ألا إلى حوال ما رد أدخل فيه تعليق على رواية كثيرة فتلك ست ساعات إذن الله سبحانه وتعالى بحسب هذا النص الباطل ولكنه هذا اعتقاد ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يعتقد بحسب هذا النص الله في الساعات الثلاثة الأولى يعيش حالة ماذا الغضب في الساعات الثلاثة الثانية اللي تعادل ست ساعات عندنا يعيش حالة ماذا الرضا ماذا لحالة الرضا حالة أنه يمتلئ رحمة تعود الرحمة إليه يعني حتى يرجع ويكون في حالة طبيعية فتلك ست ساعات بعديا ثم يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يخنق ما يشاء يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإن هذا فتلك تسع ساعات ثم ينظر في أرزاق الخلق ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل شيء عليم فتلك ثنت عشرة ساعات هذا البرنامج اليومي لمن؟ لرب العالم ساعات العمل والدوام يعني كل ساعات الله يشتغل بل كل ساعات والله يعني الإنسان يأسف أنه وقته يقرأ هكذا روايات ولكن أنا أريد أبين لكم هذه عقلية القوم هذه عقلية ابن تيمية التي يقول بعد نقل هذه الرواية يقول بأنه ليس في الخبر ما يمتنع بظاهره على الله سبحانه وتعالى يعني أن هذا الخبر ماذا؟ يحمل على ظاهره ثم قال كل يوم هو في شأن هذا من شأنكم وشأن ربكم عز وجل إذن أنتم لكم برنامج عمل هذا برنامج العمل جنوب الإلهي جيء هذه الرواية واقعا راح تطول شوية المقدمة وأنا أأسف للمشاهد واقعا أعتذر له أنه ما كان بيودي أنه تطول هذه الرواية بشكل واضح وصريح تبين حقيقة ما ندخل في التفاصيل أنه لا يعلم أعمال العباد حين وقوعها في الخارج مو لا يعلمها قبل ذلك جزما لا يعلمها ماذا قبل ذلك حتى حين وقوعها حتى حين وقوعها لا يعلم وإنما يعلم بها بعد أن كان جاهلا بها وبعد إخبار الملائكة المهم أسأل المهم أسأل أنا قلت لكم لا أريد أن أدخل في التفاصيل المهم الله يعلم لا يعلم أعمال العباد في وقتها وإنما يكون علمه بعد جهل بها كما قرأنا الرواية مفصلة من هذا الكتاب السؤال هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة الجواب أنه معلق بيان تلبيس الجهمية يحاول أن يقول أن الرواية ضعيفة السند وهذا ما أشار إليه في صفحة مائتين وستة وستين طبعا المشاهد الكريم لابد أن يعلم هذه الرواية لم ينقلها بطولها وإنما نقل بعضها قال الرواية عن ابن مسعود في بيان تلبيس الجهمية في صفحة مائتين وثلاثة وستين أن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار إلى أن يقول فينظر ثلاث فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك إلى أن يأتي إلى هنا الرواية يأتي المعلق يقول هذه الرواية لا يمكن قبولها قلت هذا الحديث بهذا السند ضعيف وقد ذكره المؤلف من باب الشواهج هذا من يقول المحقق محقق بيان تلبيس الجهمية أنا أشير إلى هذا حتى لا يقول قائل غدا أن سيد الحيدري يقرأ روايات ضعيفة السند وكذلك هذه الرواية عندما جاء إليها محمد بن إدريس الذي حقق كتاب العظمة أيضا قال الرواية إسناده موقوف ومجهول جيد جدا إذن من حيث السند نحن كلامنا مع ابن تيمية الذي أولا لم يناقش سند ماذا؟ الرواية افترضوا أن هؤلاء المحققين ماذا قالوا؟ قالوا أن الرواية ضعيفة السند ولكن الكلام أنا أسأل هذا السؤال واقعا ابن تيمية وأدباع ابن تيمية يعني لو فرضنا أن الرواية كانت ماذا؟ صحيحة السند واقعا الله سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد بعد جهل ولذا تجدون أن من حقق كتاب العظمة ملتفت إلى هذه القضية ماذا يقول؟ يقول أن في متن الرواية غرابة حيث حدد فيه الساعات شون الله عدة ساعات ملانة؟ شون الله سبحانه وتعالى له زمان كما؟ كن فيكون أين والساعات أين؟ أن الله ينظر في ثلاث ساعات في كذا وثلاث ساعات في كذا وكذا قوله حتى يمتلئ رحمة يقول أيضا هذا غريب يشبه ما ورد في التملؤ فكل ذلك يكفي لضعف الحديث وبطلانه هذا الرجل ملتفت يقول حتى لو فرضنا أن الحديث صحيح السند المضمون ما هو؟ المضمون باطل لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال ولكن أنا حديثي الآن لا مع محقق كتاب العظمة ولا مع محقق كتاب بيان تلبيس الجهمية أنا حديثي مع من؟ أنا حديثي مع الشيخ ابن تيمية الذي عبارته هكذا بشكل واضح وصريح لا يجب ما نعمل حملي على الظاهر التفتوا جيدا في الصفحة 272 من بيان تلبيس الجهمية يقول اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره إذا خلص يقول باعتقالي هو جيد جدا أنا السؤالي هذا الآن ما لدي أتكلم مع المحققين أتكلم مع ابن تيمية يا ابن تيمية افترض أن الرواية صحيحة السند ماذا تقول في المضمون؟ يقول المضمون لا إشكال في صحته بل لا حاجة لتأويله نعم إذن يعتقد الشيخ ابن تيمية أن علم الله بأعمال العباد إنما يكون بعد جهله بها السؤال يا ابن تيمية إذا كان الأمر كذلك إذن لماذا تنسب إلى الشيعة؟ طبعا التفت جيدا ابن تيمية أيضا يعتقد أن من نسب إلى الله العلم بعد أن لم يكن يعلم هذا من أكبر النقاص هو من يعتقد هذا نعم يعني يعتقد الشيخ ابن تيمية أن من اعتقد أن الله يعلم بعد جهله هذا من أكبر النقاص ولكن مع الأسف الشديد هو يلتزب يلتزب عن دكتور مع الأسف الشديد أنه نجده ينسب هذا المعنى لمن؟ لشيعة الإمامية انظروا إلى كتابي من هاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة أربع خمسة وسبعين هذه عبارته يقول ومعلوم التفتوا وكذلك هشام بن الحكم وزرارة ابن أعين وأمثالهما ممن يقول إنه يعلم ما لم يكن عالما به ينسبه لمن؟ لهشام بن الحكم وزرارة ابن أعين اللي هو من أجلاء تلامذة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يا ابن تيمية وهذا كمال لونقص يقول ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص في حق الرب تعالى إذا كان هذا من أعظم النقائص عند الرب تعالى كيف تقول هنا بأنه وحمل الخبر على ظاهره غير محال المولانا آخر كيف مرة أخرى أقرأ لكم عبارة ما ورد في بيان تلبيس الجهمية في صفحة مائتين واثنين وسبعين يقول أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره آخر هنا حمل الخبر على ظاهره يعني أن الله علم بعد أن لم يكن عالما وأنت تقول هذا من أكبر النقائص هذا من أعظم النقائص في حق الرب أن يقول يعلم ما لم يكن عالما به إذن فتحصل إلى هنا التفتولي جيدا فتحصل إلى هنا أريد أن أصل إلى هالنتيجة أنه من يعتقد بصحة مضمون هذا الحديث معناه يقبل أن الله هو عالم بأعبال العباد بعد أن كان جاهلا بها بعد أن لم يكن عالما بها والغريب يعتقد ابن تيمية أن هذا من أعظم النقائص ولكن ينسبه لمن ينسبه إلى تلامذة أئمة أهل البيت مع أنه هو الذي التزم به في كتاب بيان تلبيس الجامعة أحسنتم كثيرا طبعا للفائدة سمحت الله تعالى يقول في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهر يعني القضية مفروضة الآن أنا ما أريد أدخل في البحث التفسير لأنه يقول ويعلم ما جرحتم بالنهر باليوم الآن ما أريد أدخل في البحث ولكن أريد ألزمه بما قال به في كتاب طيب بعد أن انتهى الى هذه النقطة فهل يمكن أن تذكر ولو إجمال سمح سيد نظرية أهل البيت صلاة الله يعلم في هذا الجانب أحسنت الآن أنا فقط أضعه بين يدي المشاهد الكريم هذه نظرية ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يعتقدون أن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد التي وقعت في هذا اليوم لا يعلم بها إلا في اليوم اللاحق هسأل الآن ما أتكلم يعني ما وقعت في أعمال العباد ما وقعت بالأمس يعلمه اليوم ما وقع بالأمس لا يعلمه في نفس الوقت الآن انظروا ماذا يقول أئمة أهل البيت الذين هم عدل القرآن الذين هم لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن بمقتضى نص حديث الثقلين الذين من تمسك بهما يعني الكتاب والعترة لن تظلوا بعد أبدا تجدون الآن بعد ذلك سيتضح بأنه من الضال ومن الهادي الذي هو على الصراط المستقيم انظروا ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة في نهج البلاغة الشرح الشيخ محمد عبد في صفحة ثلاثمائة واربعة واربعين في الخطبة مئة وتسعى في الخطبة مئة وثمانية وتسعين نعم يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم نعم لا يخفى عليه بعد هذا قد يقول لقائل في اليوم اللاحيق يقول لا يقول لطفا به خبرا وأحاط به علما أعضاؤكم شهوده فكيف يعقل بعد إذا كانوا هؤلاء الشهود أن يكون متأخرا وجوارحكم جنوده وضمائركم عيونه وخلواتكم عيانه سبحانه وتعالى يعني الذي أنتم في خلواتكم الله لا يحتاج إلى شيء حتى يعلم لا يعزو عنه بل بأن باعتبار الله سبحانه وتعالى حاضر وهو محيط بكل شيء إذا كان محيطا وهو معكم أقرب إليكم من حبل الوريد يحول بين المرء وقلبه يا أخي أعزائي لماذا لماذا كل هذا التطويل والغريب يا أخي والله أنا لا أستغرب من هؤلاء القوم نحن عندما نتوسل بالأئمة يقولون لماذا تجعلون بينكم وبين الله ماذا واسطة ولكن عندما يصل الأمر إلى علم علم الله بالأشياء يجعلون بينه وبين علمه ماذا وسائط وسائط وهو يتأخر في علمه المهم هذا نص من الإمام أمير المؤمنين نص آخر ورد في كتاب الأصول من الكافي أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت الوقت ضيق الكتاب من الكافي الأصول الجزء الأول صفحة مائتين وواحد وستين من الكتاب يعني بعبارة أخرى رقم الحديث مائتين واربعة وتسعين الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سمعته يقول كان الله ولا شيء غيره ولم يزل عالما بما يكون قبل وقوعه قبل وقوعه فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه لا فرط أيها المشاهد لا أنه لم يكن يعلم ثم يعلم ويغضب حتى يغضب وإذا قلت أنه يعلم على مبانيهم لعلمه يغضب وقبل ذلك أيضا يعلم لماذا لم يغضب إذن خير شاهد على أنه لم يكن يعلم أنه بعد العلم ثقل وزنه وغضب هذا معناه أنه قبل العلم لم يغضب لماذا لم يغضب لم يكن يعلم رواية أخرى الرواية أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام الرضا يسأله عن الله عز وجل أكان يعلم الأشياء قبل خلق الأشياء وكونها أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها يعني لم يكن يعلم ولكن حين الخلق ماذا علم بها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عندما خلق وما كون عندما كون فوقع بخطه عليه السلام لم يزل لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ما لدي أطيل على المشاهد هذه هم رواية الرواية الأخرى في المجال وهي ما وردت في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي مؤسسة دار الوفاء في المجلد الرابع في الصفحة خمسة وثمانين المجلد الرابع في صفحة خمسة وثمانين الرواية هذه سألت أبا عبد الله الصادق عن الله تبارك وتعالى أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان أم علمه عندما خلقه وبعدما خلقه فقال تعالى لم يبق فقال تعالى الله بل لم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كونه وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان يعني كيف أنه قبل أن يخلق المكان وهذا الله الله يغفر لأبن تيمية وأتباع ابن تيمية خب مكانه هم هو خلقه أو مكانه من الأزل موجود معه ياهو من فإن قلتم أن مكان الله لأنكم تلتزمون أن الله مكانه في الأعلى فلهذا قال ابن تيمية في الأسبوع الماضي قال نرفع أيدينا ماذا؟ إلى السماء خب هذا مكانه هو خلقه أو التفتول جيدا إلى البرهان هو خلق هذا المكان أو من الأزل كان المكان معه يعني مكان الله فإن قلتم هو خلق مكانه هذا معناه أن الله كان ولا مكان له له لأنه قبل أن يخلق لا مكان الأين الزمان وإن قلتم لا المكان من الأزل معه فإذا أشركتم ماذا أشرتهم أصار أزليا إذن المشرك الأول ابن تيمية وأتباع ابن تيمية تحاسبون هؤلاء بسطاء الناس أنهم يقفون عند القبور أو عند البقاع المقدسة ويقولون كذا على فرض أن هذا يكون من الشرك وليس شركا كما سيتضح في محله على لو تنزلنا معكم فهذا هو الشرك الأصغر أنتم الشرك الأكبر هذا هو الشرك الخفي وأنتم تعيشون الشرك ماذا الشرك الجلي لأنكم تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له مكان ومكانه فوق العرش والعرش فوقك قبة فوق السماوات والأرض ولذا لا بد أن نصعد إليه ولهذا ينزل إما في كل ليلة أو في كل ليلة جمعة أو في كل كذا وكذا هذا معناه أنكم تعتقدون له مكان يصعد وينزل منه وثبت أنكم تعتقدون له وله ثقل وله وزن وله قفة وتعتقدون أنه يشار إليه بالإشارة الحسية وتعتقدون 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 إذن بهذا يتضح للمشاهد الكريم ما هي عقيدة مدرسة أهل البيت؟ عقيدة مدرسة أهل البيت أن الله يعلم كل شيء قبل خلقه لا يعزم عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سواء كانت أعمال أعمال العباد يعلمها حين وقوعها بل يعلمها قبل ماذا؟ قبل وقوعها ثم هنا نكتة إن شاء الله تعالى لعلي في الأسابيع القادمة سأشير إليها الإمام الرضا يستدل يقول لو أن الله سبحانه وتعالى كان بسبب غضبه على المعاصي يغضب فيثقل وزنه ينبغي مذ خلق إبليس إلى يومنا هذا ألا يخف وزنه لأنه غاضب على من؟ غاضب على إبليس هذا أستدال الإمام الرضا يقول لو كان الله يبقى ثقيلا لغضبه فالله رضي على إبليس أو لم يرضى مذ خلقه إذن ما زال هؤلاء المساكين الملائكة يعيشون ماذا؟ لثقل العرش ورحمة غير موجودة لا يمكن لأنه الرحمة لإبليس ملالة لا تشمل له تشمل له الرحمة الخاصة أبدا على أي الأحوال إذن هذا البيان يوضح لنا بشكل واضح طبعا الأعزاء اللي يرادون يراجعون هذا البحث وهو أنه علم الله بالأشياء سواء كانت الأعمال وغير الأعمال يراجعونها تفصيلا أنا أشرت إليها في كتاب التوحيد بحوث في مراتبه ومعطياته كتابي تأليفي سيد كمال الحيدري هناك في الجزء الأول صفحة 207 وما بعد يوجد تفصيل البحث في هذا المجال جيد نعم إذن نأخذ فاصلا سامح سيد ثم نعود إلى المحور الآخر مشاهدنا الكرام فاصل ونعود إليكم تابعونا مرحبا بكم مجددا مشاهدنا الكرام ومرحبا بكم سامح سيد مرحبا بكم سامح سيد طيب إذن صار واضحا سامح سيد ولكن إذا كان الأمر كذلك فإذن كيف ينسب ابن تيمية وأتباعه إلى الشيعة الإمامية أنهم يقولون بأن الله تعالى يعلم بعد جهل أحسنتك واقعا هذه من العجائب وإن كان أنا أريد أن أقول للمشاهد الكريم واقعا هذا الجواب أو السؤال والجواب وإن كان تقريبا خروج عن موضوع البحث ولكن للضرورة أحكام باعتبار البحث وصل إلى هنا أنا أريد أن أشير وقعا هم يعتقدون أن الله عالم بعد جهل عالم بعد أن لم يكن عالما بأعمال العبادة هذه تصحيحات قرأناها لكم ولكنه مع الأسف الشديد عندما تأتي إلى ابن تيمية تجد يحاول أن ينسب إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وإلى أتباع أئمة أهل البيت أنهم هم يقولون بأن الله لا يعلم كل شيء وأن الله عالم بعد جهل ويفسرون البداء الذي تعتقد بها مدرسة أهل البيت هذا التفسير الخاطئ الذي هم اعتقدوه ولكن لمن نسبوه لمن اتهموا به انظروا ماذا يقول هذا الرجل في كتاب منهاج السنة هذه الطبعا لأربع مجلدات الجزء الثاني صفحة ثاثة أربعة وسبعين هذه عبارته هناك يقول وأيضا وأيضا فكثير من شيوخ الرافضة من يصف الله تعالى بالنقائص فزرارة بن أعين وأمثاله يقولون يجوز البداء عليه وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن علمه جيد جدا إذن ينسب إلى زرارة وإلى الشيعة وإلى شيوخ الرافضة أنه يقول الله لم يكن يعلم ثم ماذا؟ ثم علمه وعلى هذا الأساس اللي يتبين أنه يلتزم به في بيان تلبيس الجهمية ولكن الذي واقعا يؤلمني ويؤسفني كثيرا أن كبار علماء الوهامي المعاصرين إنما يكفرون الشيعة ويقولون في حقهم أنهم يبطنون الكفر وإن أظهروا الإسلام ويبطنون الزندقة وإن أظهروا الإسلام يقول لأنهم آمنوا بالبداء حقيقة من يؤمن بالبداء من هو؟ هو الشيخ ابن تيمية تقول من منهم يقول هذا؟ أنا الآن أبين لك من منهم يتهم الشيعة بالزندقة والكفر والنفاق على أساس مسألة ماذا؟ مسألة البداء هذا كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أنا أريد أن أشير أولاً الشخص الذي أستدل به من هو؟ في هذا الكتاب الجزء الأول صفحة 28 و29 لا بد أن تعلمون عبد الرزاق ابن عفيفي بن عطية المتولد 1323 وهو مقامه يقول ثم نقل إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعين بها نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مع جعله عضواً في مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية إذن مولانا من هو؟ هو نائب لرئيس اللجنة الدائمة وهو عضواً في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا بتقريرهم ومن عندي متعريفة فتاوى اللجنة الدائمة انظروا هذا الرجل حقق كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي علق عليه بيود أن المشاهد يلتفت علق عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي الذي هو ماذا؟ نائب رئيس عضو النائب رئيس اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء علق عليه يعني التعليق لمن؟ للعلامة العفيفي في الجزء الثاني من كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي هذه عبارة هذا المعلق يعني الشيخ العفيفي في صفحة 136 يقول اعتذر الآمدي عن اليهود والرافضة إذن يجعلهم في خانة واحدة وفي انتقاصهم لله كأنه شيخه ابن تيمية يعظم ماذا؟ يعظم الله مو ينتقص وطعنهم في أفعاله وشرائعه بخفاء الفرق بين النسخ والبداء إلى أن يقول يقول ومن تبين أمر اليهود وحسد اليهود لمن جاء بعد موسى من الأنبياء وكيدهم لشرائع الإسلام بعد وتبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم أنا لا أعلم إذا كانوا هؤلاء الزنادق إذن تعاملوا معهم طبعا بعض أيادهم لتتعامل مع الشيعة تعامل ماذا؟ تعامل الزنادق فيقتلونهم ماذا؟ بالجملة علي لحوة قال ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم بإبطان الكفر وإظهار الإسلام وإنهم ورثوا وأنهم ورثوا مبادئهم عن اليهود أول من ورث تبين من هو؟ ابن شيخ ابن سلم تيمين لأنه هو هذا أنتو تعتقدون هذا البداء الباطل وهو أول من قال به هو قال ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم منهج اليهود يقول وتبين حال الرافضة علم أن ما قالوه من الزور والبهتان يعني في مسألة البداء إنما كان عن قصد سيء وحسد للحق وأهله وعصبية ممقوتة دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاول الهدم سرا وعلنا للشرائع ودولها القائمة عليها ومن قرأ آيات القرآن وتأريخ الفريقين يعني اليهود والرافضة ظهر له ما هم عليه من الدخل والمكر السيء هل سأل لماذا؟ لأنهم قالوا بالبداء هل سؤال؟ واقعا الآن سؤالي أنا اللي أطرح الآن هذا التفتولي جيدا واقعا أن الشيعة عندما يؤمنون بالبداء هل يؤمنون بالبداء بالمعنى الذي قاله ابن تيمية يعني علم بعد أن لم يكن يعلم يعني علم بعد جهل أو أن أئمتهم وعلماءهم يصرحون بما لا مجال فيه للريب والشك أن هذا الذي نعتقده هو هذا أستبق البحث هذا الذي نعتقده هو هذا انظروا ماذا يقول في بحار الأنوار المجلد الرابع صفحة 111 من هذا الكتاب المجلد الرابع صفحة 111 من هذا الكتاب يراه المشاهد الكريم بحار الأنوار العلامة المجلسي صفحة 111 الحديث 30 كتاب التوحيد عن أبي عبد الله الصادق قال من زعم أن الله عز وجل بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق ده يناقش أي نظرية من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فبرأوا منه هو الكف بعينه لا 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 تعبير أمس لأنه رواية هذه كانت ماذا الذي حصل أمس لا يعلمه أمس يعلمه هذا في اليوم التالي الإمام الصادق ده يناقش ماذا هاي النظرية الباطلة ولكن من غيرها طريقة أهل البيت لا يقولون الباطل ما هو التفتوا يقول فتعرضوا عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم الامام جدي يقول يجب أن نتبرأ من القائل بهذا القول التفتوا جيدا أقرأ العبارة مرة أخرى يقول من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس يا ابن الرسول الله لماذا تقول أمس لأن هذه النظرية كانت موجودة هناك أكو أكو من يعتقد رائجة في ذلك الزمان أكو من يعتقد الآن ما أدري رائجة أو لا ولكن أكو من يعتقد أنه عندما يقع العمل في يوم السبت الله لا يعلم به إلا في يوم الأحد فلهذا عبر الإمام سلام لم يعلمه ماذا لم يعلمه أمس فبرأوا من يتهمون شيعة أهل البيت يتهمون أئمة أهل البيت أنهم قائلون أنه يعلم بعد جاهل يعلم بعد أن لم يكن بل أهل البيت يأملوننا أن نبرأ من هذا القول جيد جيد التفتوا جيدا هذا مورد المورد الثاني ما ورد في كتاب الأصول من الكافي لثقة الإسلام الكلين هناك الجزء الأول في صفحة ثلاثمائة وواحد وستين الرواية التفت وجد قوية الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في باب صفات الذات الحديث مائتين واربعة سين قال سمعته بلي عفوا في صفحة ثلاثمائة وواحد وستين اسمحوا بلي الرواية واردة في كتاب التوحيد باب البداء انظروا إلى الرواية الرواية عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق قال ما بدى لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له أحسن مو أنه عبد الله مو علم بعد أن لم يكن يعلم لا علم بعد علم عمل ظهور بعد علم مو ظهور بعد ماذا بعد جهل ما بدى التفتوا إلى هذه العبارة عبارة بدى وردت في روايات أمة أهل بشكل واضح ما بدى لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له ورواية أخرى قال عن أبي عبد الله صادق قال إن الله لم يبدو له من جهل معاذ الله معاذ الله هذه نظرية أهل البيت أنهم ماذا يقولون ومع ذلك يأتي ابن تيمية وأتباع ابن تيمية مثل العفيفي يدعون بأن هؤلاء زنادق لأنهم قالوا أن الله يعلم بعد جهل بعد جهل مرة أخرى أقرأ عبارة ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثاني صفحة أربعة وسبعين انظروا إلى عبارته بشكل دقيق حتى تعرفوا ماذا يتهم الشيعة وماذا يقول الشيعة يقول ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر له من خطائه إلى أن يقول أن أمثال هشام كان يقول يعلم ما لم يكن عالما به ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص نعم من أعظم النقائص ولكن مسكين أنت التزمت به مو شيعة أهل البيت وإلا شيعة أهل البيت بشكل واضح وصريح صرحوا بأنه لا يبدو له عن شهل أبدا أحسن وإنما فسروا وقالوا يمحوا الله ما شاء ويثبتوا عنده أم الكتاب أحسنتم كثيرا طيب شكرا لكم سمح السيد طيب هل ورد لفظ البداء سمح السيد في مصادر أهل السنة أو بدأ له شوفوا هذا التعبير في الروايات انظروا أهل البيت يعني أولا هذا التعبير الآن في هذه الروايات مو بدأ ثم التعبير له يعني لله سبحانه وتعالى في شيء نعم السؤال المطروح واقعا أن هذا التعبير مختص برواياتنا فقط حتى نتهم بالكفر والزندقة وإبطان الكفر هذا مختص بنا فقط أو أن النصوص الصحيحة والصريحة الواردة عن أئمة أهل البيت الواردة في كتبكم الصحيحة تثبت هذا الاصطلاح بنفسه وهو بدأ لله أو بدأ له نعم واقعا قد يستغرب الإنسان إخوان العزة هذه الروايات وردت بشكل واضح وصريح في أهم كتبي وصحاحي أهل السنة تقول لي معقول أقول نعم نعم ولكن يظهر أن هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات ويتهمون الشيعة أساسا بانين على التكتم بانين على تدليس الحقائق بانين على أن لا يقولوا للناس ماذا يوجد في كتبهم هذا كتاب من؟ انظروا إليه هذا كتاب من؟ كتاب صحيح البخاري المطبوع بالمكتبة ماذا؟ المكتبة السلفية يعني مطبوع في المملكة العربية السعودية المجلد المجلد الثاني في الحديث باب حديث أبرص وأعمى وأقرأ في بني إسرائيل الحديث ثلاثة آلاف أربعمائة أو أربع وستين قال وحدثني إلى أن يقول أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله أقول للمشاهد الكريم إخواني الأعزاء نحن نعتقد أن هذه الصلاة هي الصلاة البتراء لا نقول صلى الله عليه وسلم لأننا نعتقد أننا أمرنا من رسول الله أن نصلي الصلاة التامة التي التي هي على أهل البيت أيضا ولذا إذا وجدتم أقرأ صلى الله عليه وآله مو بالضرورة أريد أقول في الكتاب موجود أقول ما وأعتقده وإلا هنا لا توجد هذه الصلاة يقول من حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدى لله عز وجل أن يبتليه لا إله لأ نفس النص اللي قرأناه ماذا؟ بدى لله عز وجل ماذا؟ ومصدره بدى بدى يبدو بداء أقرأ نفس النص نفس النص أرجع وأقول أنظروا إلى النص يقول بدى لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا جيد أنظروا إلى ما قرأناه عن من؟ عن الإمام رضاو عن الإمام الصادق قال ما بدى لله في شيء إذن الاصطلاح ماذا؟ واحد لا أعلم لماذا أن بدى في أصول الكافية عن الإمام الصادق يصير زندق وكفر ولكن بدى اللي هي في صحيح البخاري يصير إيمان وإسلام الحبر يختلف ونه يختلف عنه والله ما أدري هذا أتركه للمشاهد أن يعلق التعليق لك لماذا إذا ورد عن أئمة أهل البيت الذين هم عدل القرآن ولا يفترقون عن الكتاب وآمن آمنت الشيعة الإمامية بما قال أئمتهم صار كفرا ونفاقا وزندقة ولكن من آمن بما ورد في جامع الصحيح للبخاري صار ماذا؟ إيمانا وإسلاما في الدرجات العلم جيد جدا هذا المورد الأول قد تقول لي سيدنا موارد أخرى موجودة أقول استمع جيدا انظر إلى ما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل الموسوعة الحديثية تحقيق شعيب الأرنؤوت المجلد الحادي عشر صفحة أربعمائة وتسعة وستين الرواية هذه وهي الرواية ستة ألاف وثمانمائة واحد وثمانين الرواية وارد عن رسول الله سمعت رسول الله يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها ثم يقول الرواية تقول بأنه أساسا وأظن وكان يقرأ الكتب وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع يعني الشمس تأتي وتسجد عند العرش ثم تستأذن الله أن ترجع إلى المشرق ترجع إلى المشرق حتى غدا تخرج ماذا من المشرق نعم فأذن لها في الرجوع حتى التفتوا إلى العبارة حتى إذا بدى لله أن تطلع من مغربها نفس الماذا نعم نفس التعذير وَلِذَا تجدون هنا يقول الرواية طويلة بأنه سجدت واستأذنت الله ما أذن لها بأن ماذا فأمد ذلك خط طلعت منه ولكن أنا أنظر إلى الرواية إذا حتى إذا بدى لله جيد التفتوا إلى الرواية التفتوا لي جيدا ماذا يقول العلام الأرنؤوت شعيب الأرنؤوت يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين مسلم البخاري واضح ما أتصور نفس النص التفتوا بدى لله هذا هماتينا مورد المورد والثالث ما ورد طبعا عشرات المورد المشاهد الكريم في البخاري في بخاري وعلى شرط الشيخين في مسند أحمد أيضا على شرط الشيخين في مسند الإمام أحمد في المجلد 32 صفحة 423 مجلد الجزء الثاني والثلاثون صفحة 423 هذه العبارة الرواية طويلة الذيل ولكنه أقرأ بعضها لأنه الآن ما لدي أعلق الرواية اعتذاري لمشاهدين وما عندي وقت أعلق الرواية يجمع الله عز وجل الرواية عن أبي موسى الأشعالي قال رسول الله يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة فإذا بدى لله عز وجل أن يصدع بين خلقه يصدع يعني يظهر حتى يرونه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونه حتى يقحمونهم النار ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم هذول الناس ما يعرفوا هذا الله يحشوا 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 من أنتم إيه اللهم تبين أنا ما يعلم تبين بطاقات كما تعرفون هذول مسلمين مسلمين مو مسلمين يستحقون الجنة لا لا إلا الله وشر البلية ما يضحكوا فيقول من أنتم فنقول نحن المسلمون الله الله أنت خلقا ما يدري بأنه لمسلمين يحشوا والله يا أخي وهذه في أهم كتبهم وصحاحهم إخواني الأعزاء والله ما أدري ماذا أعلق على مثل هذه الروايات أنتم أحكموا يعني اتزموا بأشياء فأدت بهم إلى هذا والله لا وجايين المشكلة أنه هذول هذول واقعا ما أدري ماذا أعبل هذول الذين لا يعرفون القافة من الفاء مولانا يتهمون المسلمين بأنهم لا يعرفون التوحيد هو أنتم تعرفون التوحيد يكتبوا بالتاء لو بالقاف مولانا أصب سؤالي لعلماء الوهابي الذين دعونا أنهم أهل العلم فيهم وقعا أنتم تعرفون التوحيد بماذا يكتب بالتاء لو بالثاء ياهم منين واتتم تعرفون ماذا تعرفون عن التوحيد حتى تتهمون كل المسلمين مئات الملايين المسلمين كفار كفار مشركين 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 ملأتم في هذه السنة البقاع المقدسة بالكراسات والسيديات وكذلك لإثبات شرك وكفر المسلمين ملانا هذا هذا توحيد كم أقرأ لكم مرة أخرى هذا توحيد كم أعزائي التفتوا جيدا يقول فإذا بدى لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم فنقول نحن المسلمون فيقول ما تنتظرون تبين لا يعلم من هؤلاء ولا يعلم ماذا يريدون عملهم ماذا ينتظرون كل شيء لا يعلم فيقول ما تنتظرون فيقول ننتظروا ربنا عز وجل قال فيقول وهل تعرفونه إذا رأيتم كأنه كل واحد مولانا متغدي معه ومتعج معه وصفوه بيني وبين الله إلا أحسنتم إلا أن يعرفونكم هتفضل أخي الدكتور أنه يعرفونه على توصيه ابن تيمية أنه الشاب الأمرد مولانا فيشفوه يجدونه شاب أمرد مولانا لابس ذهب لابس أحذيته من ذهب ولباسه قصير مولانا إلى الركبتين وساقاه من كذا وذوبه أخضر وفي مكان أخضر إلا بهالطريق يعرفونه وإلا من من المسلمين حتى أنتم الوهابية من منكم الآن يستطيع أن يدعي أنه رأى ربه حتى يعرفه يوم القياد من منكم يدعي ولو ادعى والله يدعي كذبا وزوى لأنه لم يثبت عند أحد أنه يرى ماذا في الدنيا أنتم تقولون يرى يرى وين يرى وين في الآخر على يقول يقول وهل تعرفونه إن رأيتم قلت لكم ما أريد أعلق على الرواية ولكن والله اضطرني النص أن أعلق وهل تعرفونه إن رأيتم فيقولون نعم فيقول كيف تعرفونه نعم ولم تره فيقولون نعم إنه لا عدل له يعني يعني إذا كان الآخر متميين يعني طوله مثلا ثلاث كيلو مترات عرضه في خمسة كيلو مترات وجه ما أدري كذا عيناه مثلا كما يقولون أنه عين واحدة كالدجال عنده لا بد بهذه الطريقة يعرفونه نعم فيقولون إنه إنه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحك وهؤلاء مع الأسف الشديد تصوروا أن تجلى يعني ماذا يعني صار مرئيا رؤية الحسية ظهر بالعين المجرد وأسنانه من الضحك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها التجلي مظهور للحاسة البصرية فيقول أبشروا أيها المسلمون إلى آخر الرواية إذن هذا النص الثالث يقول ماذا يقول فإذا بدى لله هذا هماتينا إذن ورد النص نعم نأخذ فاصلا قصيرا سمح سيد ثم نعود نعم توظلوا نعم نعم مشاهدنا الكرام استراحة قصيرة ونعود وليكم تابعونا بعد هذه الاستراحة أعلم بكم مجددا أيها الأخوة مرحبا نعم مرحبا نتواصل سمح سبحياتم الله نعم إذن هذه النصوص هسا قد يقول لقائل سيدنا من أين تقول أنه بدى في هذه الروايات مستعمل بمعنى البداء الموجود ماذا عندكم نعم لعله هذا فقط اشتراك لفظي نعم وإلا البداء الذي تقول به مدرسة أهل البيت أئمة أهل البيت شيعة أئمة أهل البيت غير هذا الذي ورد في نصوصنا بداء لله الجواب اسمعوني جيدا كونوا على ثقة بشكل واضح وصريح الألباني والأرنقوت فهموا من هذه النصوص بداء لله فهموا منها البداء الذي هم يناقشون به ماذا مدرسة أهل البيت التفتولي جيدا هؤلاء فهموا من النصوص الواردة في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد بن حنبل وقال الأرنقوت بأنها صحيح على شرط الشيخين فهموا منها البداء المتنازع فيه بين أئمة أهل البيت بين شيعة أئمة علماء مدرسة أهل البيت والآخرين ما الدليل؟ هذا دليل دليلنا هذا كتاب صحيح الجامع الصغير لتأليف محمد ناصر الدين الألباني أشرف على طبعه زهير الشاويش المكتب الإسلامي المجلد الأول صفحة أربعمائة وإحدعش من الكتاب رقم الحديث ألفين وثنين وخمسين عندما ينقل رواية الجامع الصحيح يعني الصحيح البخاري إن ثلاثة نثر من بني في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدى لله انظروا ماذا يعلق العلامة الألباني على يقول قلت هذه رواية البخاري كما قرأناها لكم وكأنها رواية بالمعنى هذا يعلم الألباني واقعا هنا أستطيع أن أقول جاهل هو إذا احتملنا في الرواية أنها منقولة بالمعنى بعد لا يبقى حجر على حجر بعد لا قيمة لهذا الكتاب لا ينقل ألفاظ الرسم صلى الله عليه وسلم وإذا لم ينقل الألفاظ فإذا كيف يمكن بعد أن نستنع تم التلاعب ولكن انظروا 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 ولكنه حتى يبطل هذه الرواية اضطر أن ينتقص ماذا من البخاري من البخاري التفتولي جيدا قال وكأنها رواية بالمعنى فإن البداء لله مستحيل لأنه فهم من قوله بداء لله ما هو البداء أحسنتم بالمعنى المعروف أحسنتم بداء لله إذا فهم من النص ماذا ما يتهموننا به ما يتهم فهمه وإذن هذا المعنى الذي تقول بها الشيعة الإمامية وارد أين عندهم نعم عند في صحيح البخاري بفهم الألباني هذا الألباني يقول فإن البداء لله مستحيل إذن ماذا يقول ولذا فسرها ابن الأثير بقوله أي قضاء عجيب بداء أنا ما أدري متى صار بداء بمعنى قضاء ملا ثم إذا كان بداء بمعنى قضاء وهذا التأويل ولذا تجدون بشكل واضح وصريح أنه العلامة الأرنقوت في المجلد الذي أشرنا إليه في المجلد 32 من المسند الإمام أحمد في صفحة 424 يقول قال السندي التفتوا جيدا هذا كلام من كلام شعيب الأرنقوت في حاشيتة على مستد أحمد قال السندي قوله فإذا بذا هكذا في النسخ بداء من البدو ولله جار ومجرور متعلق به أي ظهر له تعالى التفتوا جيدا يقول قلت خب السندي يقول هل نحمل هذا اللفظ على ظاهره أو نؤوله يقول السندي ماذا نؤوله الأرنقوتم يقول والأقرب التأويل لا مفر إلا سؤال مؤنتم تقولون لابد أن تحمل الروايات على ظاهرها لماذا هنا تؤولون احملوها على ظاهرها خرجتم عن منهجكم هذا منهجكم انظروا إلى القاعدة التي يؤسس لها إذا التزم بها يلتزم لابد بها يلتزم بها إلى الآخر يقول والأقرب التأويل بلا تخطئة الرواية لماذا لأن الرواية صحيحة في البخاري وعلى شرط الشيخين في مسد أحمد بعد ثبوتها والله تعالى أعلم لماذا التفت جيدا لماذا يقولوا باعتباري أن البداء بذلك المعنى محال على الله سبحانه وتعالى وإذا إذا كان الأمر كذلك لابد أن ننظر أن الجسم يجوز على الله أو يكون ماذا محالا فإذا كان محالا على الله بعد لا تقولون ظاهر الروايات ظاهر الآيات ظاهر الآيات أولا لا تدل على التجسيم وعلى فرض التنزل دلت على التجسيم إذا كان العقل يقول مستحلة لا يمكن ماذا ولذا تجد أن العلامة والألباني التفت إلى هذه القضية بشكل واضح وصريح في صفحة 411 في حاشيته قال بأنه أساسا لا نقبلها وكأنها رواية بالمعنى فإن البداء لله مستحيل جيد إذن نحن لا بد أن نضع هذه القاعدة نصب أعيننا في أي صفة نصف الله سبحانه وتعالى بها التبتول جيدا هذه قاعدة هم مكان الذي يعجبهم يقولون العقل يقول مستحيل إذن لا يمكن القبول بظاهر لا بد من التأويل مكان الذي لا يعجبهم يقولون لا نعمل بظاهر الآيات والروايات في النتيجة لا بد أن تكون على منهج واحد إما بهذا الاتجاه وإما ماذا وإما بذاك الاتجاه وهذه القاعدة هي أساسنا الذي نحن نسير عليه في الحق سبحانه وتعالى وصفاته وهو أنه في أي صفة عندما تأتي في الآيات والروايات أولا لا بد أن العقل يحيلها أو يجوزها يعني يقول ممكن على الله جائزة على الله أو ممتنعة يعني أضرب مثال للمشاهد إذا جاءت آية أو رواية تدل على أن الله علم بعد جهل نقول هذا معقول أو غير معقول غير معقول أن الله يتصف بجهل لأن الجهل نقص إذا ننفي الرواية رأسا والله مو فقط تكون صحيحة السنة والله لو تكون مواردة في صحيح البخاري لو ألف بخاري تضعون بعضه على بعض مولانا لا قيمة له لماذا باعتبار أن هذا ينسب الصفة نقص إلى الله سبحانه وتعالى والجهل نقص نقص نحن في بحث الجسم أيضا نريد أن نصل إلى هذه النقطة وهي أن الجسم كمال له أو نقص له كالجهل والعجز هم يقولون لا كمال له أو يمكن أن يتصف نحن نقول يستحيل عليه أن يتصف بأنه جسم وإذا وجدنا في كلام أي كان ومن كان أنه يقول أن الله جسم بمقتضى القاعدة العقلي لابد ماذا من تأويل ظاهر هذا النفل سؤال هذا المعنى من البداء الذي نحن قلناه وهو أنه لا يبدو له عن جهل علماء المسلمين يقبلون هذا المعنى أو لا يقبلون انظروا إليه مو فقط أنه اتضح الروايات تثبت هذه الحقيقة الآن سيثبت لنا أنه علماءهم أيضا يقبلون هذه الحقيقة بشكل واضح أنا أربعة خمس دقائق وأستمع إلى المشاهدين انظروا ما ورد في كتاب فتح الباري الشرح صحيح البخاري للإمام العسقلاني المجلد السادس صفحة ستمائة وثلاثة عشر قال بدأ لله بتخفيف الدال المهملة بغير همزن لأن البعض أراد أن يقول بدأ الله يراد يحرفوها يقولون هذه بأنها بدأ وهذه شمول الله وإنما هي ماذا الله فبدأ فالله صارت مجار مجرور وإنما صار فاعل نعم بتخفيف الدال المهملة بغير همزن أي سبق في علم الله فأراد إظهاره موجود لم يبدو له عن جهل بل عن علم عين قول الإمام قول عين نص الذي قرناه عن الإمام الصادق سلام الله وليس مراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا لأن هذا ما عاد الله لأن ذلك محال في حق الله تعالى التفت الجميع ملتفتين القاعدة العقلية ما هي القاعدة العقلية وهو أنه إذا ثبت أن صفة من الصفات محال على الله لأنها نقص نثبتها حتى ولو كانت لاهر الآيات والروايات أو لا نثبتها لا نثبتها هذه كلمات أعلام المسلمين انظروا هذا كذلك نفس هذا الكلام ورد في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني المجلد السادس عشر في صفحة ستة وستين من الكتاب المجلد السادس عشر صفحة ستة وستين من الكتاب عمدة القاري بلي في شرح صحيح البخاري بلي نعم قال بدى لله بتخفيف الدال المهملة بغير همز كذا ضبطه بعضهم ثم قال أي سبق في علم الله فأراد إظهاره وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا لأن ذلك محال في حق الله تعالى الكل متفق وهكذا ما نجده في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المجلد السابع صفحة أربعمائة وسبعة عشر بعد لا أطيل سؤال هو هذا الكلام الذي قالوه في البدا بدى لله يقوله علماء الشيعة وقرأنا الروايات يقوله علماء الشيعة تلامذة أئمة أهل البيت أو لا يقولونه أختموا كلامي ما ورد في رسالة تحت عنوان رسالتان في البداء تأليف العلامة المجدد البلاغي وآية الله العظمى السيد الخوئي إعداد السيد محمد علي الحكيم هناك في صفحة تسعة عشر من الكتاب أقرأ للمشاهد الكريم وأستمع للمداخلات وأما البداء فهو بما عن الظهور لغة مأخوذ من بداء يبدو بدوا وبدوا وبداء وبداء وبدو فيقال فلان بدى له في الرأي أي ظهر له ما كان مخفيا عنه وهذا معناه علم بعد جهل نعم وفلان برز فبدى له من الشجاعة ما كان مخفيا عن الناس فمعنى بدى في المثالين واحد التفتوا جيدا نعم فالبداء المنسوب إلى الله جل شأنه إنما هو بمعنى المثال الثاني مو يعني بدى له بعد أن كان خافيا علي المحال على الله نعم وإنما هذا المعنى الثاني أي ظهر لله من المشيئة ما هو مخفي على الناس وعلى خلاف ما يحسبه الناس أحسن ولذا نجد وهذا ما يقتضيه العقل ويشهد له صريح الأحاديث منها صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ما بدى لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له كما قرأنا ورواية أخرى إن الله لم يبدو له من جهل ورواية ثالثة هل يكون اليوم شيء لم يكن التفتوا نفس هذا النص الذي قرأنا التفتوا ليا الرواية هواي قيمة هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس نفسه أردت على هذا نفس ما قرأناه من من؟ من ابن تيمي نعم ما أدري واضح هل يكون اليوم شيء هاي الرواية ملانة في أصول الكافي الجزء الأول الطبعة القديمة صفحة 115 الآن أستخرجه إذا كان وقت أستخرجه للإخوة هل يكون في اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس اللي هؤلاء قالوا أنه إذا فعل يوم السابت الله يعلم به يوم الأحد نعم قال عليه السلام لا من قال هذا فأخزاه الله لا إله هكذا يقول قلت أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال عليه السلام بلى قبل أن يخلق الخلق محسنة هاي نظرية أهل البيت إذن فتحصل إلى هنا للمشاهد الكريم نحن نعتقد أن من يقول بأن الله يبدو له عن جهل بتعبير أئمتنا فابرأوا منه بتعبير أئمتنا ماذا؟ أخزاه الله بتعبير أئمتنا بأنه أساسا هذا غير ممكن أن لا يعلم أن يعلم اليوم شيئا لم يكن يعلمه بالأمس كما قال الشيخ ابن تيمية ونحو ذلك أحسن تمبصير إذن لا منظور إليه من خلق إذن ندخل بعض الاتصالات سمح سيدنا معنا الأخي حسين من السعودية تفضلوا نعم تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا نعم أنت بخير سيدنا تفضلوا أخي العزيز أهلا ومرحبا بكم الوقت ضيق إخواني الأعزاء رجائي أنه مباشرة سيدنا أبقى الليل لأتنا مداخلة كاملا ليلة لك سيدنا نعم تفضلوا ما هي المداخلة طبعا سيدنا كان سابقا في المناهج السعودية عندما يسأل أين الله سبحانه وتعالى كان الجواب الله في السماء نعم الآن في هذه السنة تم تقيير المناهج السعودية نعم والسؤال أين الله الجواب فوق السماء فذلك ثلفت الآن الإجابتين نعم النقل الثاني سيدنا ما تحبت أني أذكر صراحة ما بحق أقول أنك أنت الآن سلطان لوعبها هذا الزمان إن شاء الله تكون يعني صراحة نورت قلوبنا بهذه المداخلات نورت قلوبنا بهذه السسمة إن شاء الله نعم بهذه الأبحاث حياكم الله نعم حياكم الله شكرا لكم أخي الكريم حسين من السعودية الأخي أبو عبد الله من السعودية تفضلوا نعم تفضلوا أبو عم الله عليكم بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أهضر الأنبياء المرسلين تكلم بفضلة الشيخ الموقر تكلم عن نقطتين أود يعني تكلم يعني تعليق عليه هذه النقطة نقطة الأولى ما ذكره في حديث ورد في كتاب الذي الشيخ الله صفحاني النقطة الثانية هي الشيخ عكبر الشيخ النقطة النقطة الأولى فمعروف يا شيخ عن طلاب العلم أنه إذا جاز الاحتمال في النص بطل الاستدلال به على أحد الاحتمالات وهذا يعني أنك إذا ربت الاستدلال بقول بنتين أن الله يعلمه بعد جهل من النص الذي ورد في كتاب بين تلبيس الزهنية حيث قال أن نص الحديث الذي ورد عند أبي الشيخ لا يوجد ما يمنع أن يحمل على ظاهره ويحمل على ظاهره ويقول أن الأعمال تغطي المتشابه طيب المتشابه إذا كان هناك قول متشابه للإمام أو للشيخ فإنه يرجع إلى المحكم وقد ذكر الشيخ أن الإمام ابن تينية في كتاب من هذه السنة النبوية يقول أن الله إن علم الله بعد جهر هو من أكبر النقائف في حق الله إذن هذا من الكلام المحكم للإمام ابن تينية فلا نؤمن المتشابه وإنما يعود بالمحكم إذا أردنا أن نتكلم في عقيدة للشيخ النقطة الثانية وهو إنه قال أن الشيخ بيتينية هو الشيخ الأكبر والشيخ الراطبة عند القبول والشيخ الأصغر وهذا لا يقول به عالم على تدري هذا العالم حيث أن الله سبحانه وتعرض يتعبدنا بمعرفة مكانه وإن تعبدنا بمعرفة هل له حد أو ليس له حد وإنما تعبدنا بالدعاء والاستعانة والاستغاثة في يوم القيامة مثلا يا شيخ إذا يوم القيامة أسألك يا شيخ هل لي عذر إذا استعنت أو استغفت بغي الله السؤال الثاني هل لي عذر إذا قلت أن الله استوى والرحمة نعم الآن وليس موضوع الاستغاثة والتوسط لا أبحثنا مو في الاستعانة أخي العزيز لا تخرج عن الموضوع أنت ابقى ابحث في الموضوع ابقى في الموضوع أنا أتكلم يا شيخ في موضوع أنا أقول أخي العزيز موضوعي في الاستعانة الآن ألا ولم أبحث في الاستعانة أنا أقول أنت تقول يوم القيامة أسأل عن الاستعانة أو لا أقول ليس موضوعي في الاستعانة لماذا ما تتعلمون المنهج العلمي يا إخوان الأعزاء طيب الآن عندكم سؤال في هذا الخصوص أخي الكريم إذا عندكم سؤال في هذا الخصوص تفضلوه طيب السؤال الثاني هل يوم القيامة للصبر إذا قلنا أن الرحمن على العدف السواء وخامناها كما جاءت القرآن طيب تسأل عن معنى الاستواء طيب طيب معنى الأخ علي من السعودية تفضلوا أخ علي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضلوا ساكم الله بالخير شيخنا مرحبا بكم حياكم الله تفضلوا وأنتم بخير وأنتم بخير نعم أقدم تهنئة إلى سماحة الإمام القائد سيد الخمنايدة مضله الشريف وأهن سماحة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله ولا أنشى الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب العراقي الكريم بحلول عيد الأبحى المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة طيب نعم تفضلوا هل يجوز مصافحة الوهابية هذا سؤال فقهي وخروجون عن الموضوع بل نعم بشكل واضح أقول حتى لا يقول بعض نعم باعتبار نحن نعتقد أن جميع من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم تجري عليه أحكام الإسلام بل نعتقد أنه كل من قال هاتين الشهادتين مؤمن بهما فهو مؤمن أيضا أيا كان نعم أنه معذور في عدم الإيمان بالأمور الأخرى أو غير معذور له حديث آخر فإن اتضحت له حقيقة الإمامة والولاية وأنها ركن وأنها من أصول اعتقاداتي القرآن والرواية ولم يؤمن عند ذلك يكون مؤاخذا إذن أعزاء الكرام بشكل واضح وصريح أقول من قال هاتين الشهادتين وآمن بهما قلبه فهو مسلم مؤمن أيا كان هذا الإنسان طيب صار واضحا إذن معنى الأخ علي من البحرين الأخ علي من البحرين تفضلوا أخ علي تفضلوا طيب إذا لم يكن حتى أنا أجيب نعم فقط هذا الاتصاص الأخ أبو محمد من العراق تفضلوا أخ أبو محمد نعم تفضلوا بإيجاز أطرحوا السؤال مباشرة أخي الكريم تفضلوا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا وأنتم بخير إن شاء الله تفضلوا لإجازة تفضلوا نعم طيب لإجازة تفضلوا يعني الصوت مع الأسف مع الأسف متقطع والواضح مو واضح الصوت يتقطع معنا الأختمها من السعودية تفضل يأختمها تفضلوا نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كلامكم بخير سيدنا سيدنا سمحت أسأل باب ابن تيمية ابن تيمية من وين جاءت المعلومات أن الله سبحانه وتعالى يوم 12 ساعة الثلاثة الساعات قرأنا رواية هو يستند إلى رواية طبعا أختي الكريمة بيناها سمعت سيد عنده خبر ذكره عن كعب الأحبار وذكره خبر عن ابن عباس وبينات عن ابن مسعود نعم طيب نعم إذن حتى نعطى وقت يعطى سمحة سيد وقت للإجابة الأخ أبو عبد الله الأخ أبو عبد الله الأخ أبو عبد الله من السعودية تفضلوا الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله الشيخ كيف الأحوال مرحبا بكم حياكم الله تفضلوا أما عليش يا أخي الكريم طبعا أنا أقول من ناس اللي يتابع الكوسر وكذا وموضوع الشيعة التعليقات اللي تقوم من السنة والشيعة لكن للأسف لاحظت اليوم بأنه الشيخ يبطر النص يبطر النص بطر ويأخذ اللي يأخذ ويأخذ اللي يأخذ هذه نحية اذكر لنا نصا مبتورة اذكر لنا نصا نعم لا يا أخي الكريم يا إلهي الشيخ نعم نتق الله سبحانه وتعالى اقول اقرأني يا أخي العزيز أنا ما قلت لك اقول اقول لي لنص واحد أنا بترته قرأته من وسط أوكار حتى يتضح أمام الناس بأني بترت لماذا يا أخي هذا المنهج البائس يعني اتهام جزافا لا يليس بدليل اذكر لي نصا واحدا قلت له قل لي هذا في منهاج السنة قبله كذا بعده كذا وأنت قرأت كذا في بنان تلبيس الجنمية قبله كذا يا أخي كونوا على ثق أعزائي وأولادي إذا كنتم طلاب حقيقة واقعا هذه الطريقة التي كنتم تستعملونها في الفضائيات والقنوات والمواقع يبتر النص يقطع النص يضيف ينقص كذا وهذا من الحاجة وهذا من الأصل هذا عهده انتهى بفضل هذا البرنامج نحن نقرأ العبارات كاملة كما هي حتى ولو كانت الرواية وجدتم عندما قرأنا الرواية قلنا أن المحقق ضعف الرواية سندان ومحقق العظماء ضعفها سندان ودلالة أنا كان بإمكاني أن لا أقرأ لكن غدا يقال أنه الرواية ضعيف ويستدل بها أخي الأخواني العزاء رجائي أمام الملايين المسلمين الذين يرون البرنامج هذا اقرأوا لنا نصا واحدا أنا قرأته وبترته نعم إذا الأخ لا الأخ العزيز اللي يتكلم قال بأنه أساسا أكو محكمات في كلام نعم موجود السؤال موجود لم أردمك وقت لأنه أنا أنظر الوقت ضعف طيب 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 إذن بالنسبة للأخ يقول لابن تيمية نصا نص يقول هذا مستحيل النقائص لا تجود على الله جيد جدا جيد جدا جيد جدا والله لو أن ابن تيمية كان يتعامل مع نصوص المسلمين ومع نصوص علماء المسلمين ومع نصوص بالخصوص علماء مدرسة أهل البيت بهذا التقوى العلمي الذي أشرت إليه وهو أنه لا بد أن ينظر إلى محكمات كلامهم وينظر إلى متشابهات كلامهم فيحملوا متشابهات كلامهم على محكماتهم لماذا إذن لم يتعامل مع علماء مدرسة أهل البيت بهذه الطريقة يعني كل كلمات علماء مدرسة أهل البيت كلها كفر وزندقة هذا الذي تطالبوننا به مولانا واقعا ينبغي لكم أن تتبعونه وأنتم أولا قولوا بأنه لماذا وإلا كان ينبغي على أحد أئمتكم المعاصرين من المهابية المعاصرين إما كان ينبغي له أنه في تعليقته يعني العلامة العفيفي يقول وتبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم بإبطان الكفر وإظهار الإسلام أهو علام الغيوب أهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة دخل في قلوب شيعة آل محمد فعلم أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام أما تستحون أما تخافون الله أما تتقون الله تتهمون المسلمين أنتم اللي واقفين عند المسجد النبوي أو عند البقاع المشرفة في البقيع وغير البقيع تتهمون هذا وذاك بالكفر والشرك أيًا كان أنتم دخلتم في قلوبهم حتى تعلموا أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى اسألوهم لعلهم عندهم حجة هذا أولاً وثانياً أنا لم أحاكم الشيخ ابن تيمية فقط على مستوى هذا الكلام أبداً أنا حاكمت الشيخ ابن تيمية على مجموع كلماته الذي يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى في مكان وأنه أساساً والذي كان في مكان يكون بعيداً من شيء ويكون قريباً من شيء لا يمكن أن يكون لأمر مادي قريباً من الأمور المتباعدة فيما بينها هذا بحثه سيأتي أنت تتصور أن استندت إلى هذه الكلمة فقط وقلت أنه كذا وثالثاً قولك لم يقل أحد من العلماء أن هذا شرك أصغر وأنت أحصيت كل العلماء حتى تقول بأن هذا لم يقل أحد من العلماء يا أخي أترك هذه الإطلاقات وهذه الكلمات الكبيرة التي هي أكبر منكم ومن كل علمائكم ومحققيكم وعلماتكم إن صح أنهم يوجد عندكم مثل هذه هؤلاء الناس إخواني الأعزاء هؤلاء الناس يأتون وواقعاً يتبركون إلى آخره يستعينون أنه الاستعانة بغير الله ومن قال لك أنه يوجد مسلم يستعين بغير الله أليس هؤلاء المسلمين يومياً يقرؤون في صلواتهم إياك نعبد وإياك نستعين حصراً الاستعانة بالله ومن استعان بشيء من دون الله أنا أقولها لك مشرك سواء كان ملتفتاً أو لم يكن ملتفتاً ومن عبد شيئاً من دون الله ولكن التفت أخي العزيز أنتم لا تميزون بين ما يقوله القرآن الاستعانة بغير الله والاستعانة من دون الله العبادة من دون الله أو العبادة ماذا؟ بغير كذا أنتم لا تفرقون بين بغيره أو ماذا؟ من دونه من دونه له معنى بغيره له معنى آخر وهذا بحثه إن شاء الله في التوحيد الأفعالي عندما يأتي سنقف عليه تفصيلاً طيب نعم إذن سؤاله الآخر نعم سؤاله الآخر كان يقول الرحمن على العرش استوام الجواب أخي العزيز إن شاء الله سيأتي نحن نقول أن هذا الاستواء ليس كما ينقل وقرأنا هذا من كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام بن تيمية ليس كما استوائي على هذا الكرسي إذن أي نحو من أرحاء الاستواء؟ أولاً الآية المباركة قالت الاستواء ولم تقل القعود والجلوس فمن أين جئتم بالجلوس والقعود؟ الجلوس والقعود من صفات ماذا؟ ما يقابل من قبيل العدم والملكة يعني يقابلها القيام فالله عندما يكون قاعداً وجالزاً إذن حالة أخرى يكون له ماذا؟ قيام ونزول وصعود ونحو ذلك نحن مشكلتنا مع نفس هذه الأفعال سيد الظهر أن الوقت قد انتهى والأخ حسين واضح أين الله كان يقولنا في السماء والآن فوق السماء بل بل هذه تغيير العبارة وإلا هؤلاء في النتيجة شكراً لكم سمعت الله سيد كمال حيدر شكراً لكم مشاهدنا الكرم إلى اللقاء غداً إن شاء الله تعالى في الساعة التاسعة ونصف توقيت أهران ساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة غداً إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته